السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة كلمة حق وعن موضوع الاحتفال بالسنة الأمازيغية أتحدث معكم وقد رأيت تعليقا هاما جدا وأعجبني وأردت أن ألقيه عليكم كتبه أحد الرجال الجزائريين قائلا أنا بربري لكن ماسي نسيا الذي باع الوطن أي روما ليس من أجدادي أنا بربري والطاهرة نسومر جدتي وليس الكاهنة التي كان لها أولاد دون زواج أنا بربري ويناير عيد وثني لرب الأرباب عند الرومان ليس عيدي أنا بربري مسلم شعاري كلمة التوحيد وليس الرمز الذي تعرفونه أنا بربري وفرشيتا جاك بنيث ليست رايتي ولا ثقافتي أنا بربري والعرب وكل المسلمين إخواني وليس أعدائي أنا بربري الإسلام ديني والجزائر وطني والعربية لغة ديني وفخري هل رأيت عربيا يفتخر بمن قاتل الفاتحين كأبي جهل وأبي لهب؟ كان للعرب الكثير من الأعياد في الجاهلية لماذا تخلوا عنها بعد إسلامهم؟ لماذا يراد للبربر إحياء أعياد الرومان كيناير؟ هل رأيت مصريا يفتخر بأسلافه الذين ماتوا على الكفر كفرعون وهامان وقارون؟ هل رأيت عراقيا يفتخر بالنمرود؟ هل رأيت مسلم أثيوبي يفتخر بأبره الحبشي؟ هل رأيت مسلما أوروبيا يفتخر بأليكسندر أو قيصر؟ كيف نفتخر نحن بأعداء الله؟ ومن قاتل الفاتحين والذين ماتوا على كفرهم وبمن كان لها أولاد مع الرومان بدون زواج وبأعياد وثنية ونتخذهم رموزا كيف تلعبوا بعقولنا وأرادون أن نتخذ غير الكافر والمرتد والزانية والمغني والسكير المعطوب رموزا وأن نترك العلماء والعظماء كابن تشفين والورتلاني وطارك بن زياد والمرابطين وعمريوش ومولود قاسم نايد بالقاسم والطاهرية علجة من رجال الأمازيغ العظام في الإسلام كان البربر في جاهليتهم أمة مغلوبة ذليلة استعمرتها كل الأمم لكرون عديدة وجاء الإسلام فصرنا عظام فاتحين نجوب العالمين أنتركوا كل هذا ونتبعوا الفاصقين ورموزهم وراياتهم العمية العرقية الجاهلية أنا جزائري والجزائر تسعوا لكل أبنائها عرب بربر كراغلة أندلسيين وإلى آخره الإسلام ديني والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لقد أعجبني هذا التعليق وأردت أن ألقيه عليكم لعله يكون فيه فائدة وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة